الأميرة ثيدورة بنت آخر ملوك اليونان عملت حفل زفاف ملكي مبهر كل الناس كانت بتبعوا من كل مكان في أثينا ويمكن في العالم كمان والحفل ده كان في نفس المكان اللي والدها الملك كوستنطين الثاني والملكة آن ماري اتجوزوا فيه من حوالي ستين سنة لكن في حاجة لفتت الانتباه جداً في الفرح وهي التاج اللي كان على رأس الأميرة خصوصاً إن التاج ده ليه حكاية غريبة بدأت من مصر تعالوا نعرف إيه الحكاية في خمسة بالعربي التاج الملكي اللي كان على رأس الأميرة ثيدورة مش تاج عادي ده تاج الخدوي المصري اللي وراء قصة غريبة بتبدأ أحداثها من سنة 1905 الحكاية بدأت لما الخدوي عباس حلم الثاني حاكم مصر في الوقت ده حضر حفل زفاف ملكي في إنجلترا بين الأمير جوستاف أدولف الوريث الثاني لعرش السويد والأميرة مارغريت كونوت حفيرة الملكة فيكتوريا الأمير جوستاف والأميرة مارغريت كانوا وقعوا في الحب لما زاروا مصر في شتاء نفس السنة فقرر الخدوي إنه يهدي للعروس تاج ماسي فاخر بمناسبة جوازهم وده كان بداية حكاية التاج اللي بقى جزء من تاريخ العيلة الملكية التاج ده مر عبر الأجيال وبقى رمز ملكي للعيلة كلها الأميرة مارغريت لبسته في زفافها وبعد رحلها سنة 1920 ورثته بنتها الأميرة إنجريد من السويد اللي كانت وقتها طفلة صغيرة عندها عشر سنين التاج ده مش مجرد قطعة مجوهرات ده كان لي إيمة معنوية كبيرة جدا عند الأميرة إنجريد وفضلت تلبسه في المناسبات الرسمية حتى بعد ما بقت ملكة الدنمارك لما تجوزت الملك فريدريك التاسع سنة 1935 التاج اتحول بعد كده لرمز للعيلة الملكية مش مقتصر على أميرة واحدة وكل عروسة من العيلة بتلبسه يوم زفافها الملكة إنجريد لبسته في زيارات رسمية وأعرته لأفراد العيلة في مناسبتهم يعني مثلا في سنة 1964 الأميرة آن ماري بنت إنجريد الصغرى لبسته في زفافها على الملك كوستنطين الثاني ملك اليونان في نفس الكنيسة اللي بنتها فيودورا اتجوزت فيها وده كان بمثابة بداية لتقليد عائلي إن كل أميرة تتجوز من العيلة تلبس التاج الملكة إنجريد فضلت محتفظة بالتاج طوال حياتها حتى بعد مورثته لأحفادها وبنتها التلاتة مارغريت وبني ديكت وآن ماري وكلهم لبسوا التاج في حفلات زفافهم وفضل التاج يتوارث عبر الأجيال الملكة آن ماري كانت بتعير التاج لبنتها وحفيدتها حتى إن حفيدتها الأميرة نتالي لبسته في زفافها سنة 2011 وفي 2022 لبسته الأميرة ألكسيا في احتفالات اليوبيل الذهبي للملكة مارغريت أما في حفل زفاف الأميرة ثي دهرة فكان التاج حاضر مرة تانية ليمثل استمرار تقليد العيلة وكأن التاج ده بيحكي حكاية ملوك وأميرات على مر السنين التاج بقى جزء من إرث العيلة الملكية اليونانية والدنماركية وفي حفل زفاف الأميرة ثي دهرة كان أجمل إضافة لجمالها لكنه كمان كان رمز الاستمرار تاريخ طويل من المجد الملكي التاج اللي بدأ رحلته من مصر بقى شاهد على قصص حب ملكية وتنقل عبر قارات والأجيال ليبقى واحد من أشهر التيجان في العالم وقطعة لا تقدر بثمن في تاريخ العائلات الملكية